سعاد محمد سيد مكاوي اتولدت 19 نوفمبر 1928 بدأت حياتها بغناء المونولوجات تزوجت من المخرج عباس كامل وتزوجت من الملحن محمد الموجي ثم من الدكتور محمد اسماعيل المصكار المعروف وبدأت حياتها الفنية في السينما سنة 1946 في فيلم صاحب بالين اشتهرت بتقديم السينئيات الغنائية في السينما مع اسماعيل ياسين ومن اشهرها ديوتو عايز اروح في فيلم المليونير جدمت حوالي عن 500 اغنية و18 فيلم سينمائي ومن اهم افلامها اللي جدمتها فيلم بنت المعلم سنة 1947 وفيلم شمشون الجبار والبستاجي سنة 1948 وفيلم اصمر وجميل وعيني بتريف والمليونير سنة 1950 وغنت مع الفنانة ليلى مراد في فيلم بنت الاغنياء اغنية سلم علي ورحلت عن علامنا 20 يناير 2008 وهي تبلغ من العمر 79 سنة هي دي قناة قصتنا وحكايتنا عن الفنانة الجميلة سعاد مكاوي لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد ولايك لطيف وظريف زي حضراتكم كده